استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من معالي وزير الخارجية إلى شرح عن الأهداف النبيلة التي يحملها البرنامج والرامي إلى تعريف المشاركين على الأسس الصحيحة للعلاقات الدبلوماسية وأساسيات تشكيل العلاقات بين الدول في الإطار الدبلوماسي بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الدبلوماسية خدمة لسياسة البحرين الخارجية ونقل سمو خلال كلمة ألقاها تحيات جلالة الملك المفدى إلى جميع المشاركين بالبرنامج الرائد مؤكدا سموه أن جلالة الملك المفدى فخور بشباب البحرين نظير ما يقدمونه من تضحيات كبيرة وعظيمة في طريق التطور والنماء والذي تشهده المملكة وبتفانيهم في المحافظة على أمن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها وقال اسمه أن جلالة الملك المفدى يدرك تماما الأهمية البالغة للشباب في نمو المملكة وازدهارها وحمايتها لذا وضع الشباب على رأس سلم الأولويات الوطنية إيمانا من جلالة بأن الشباب هم ثروة الوطن المتجددة ومركز الاستثمار فيه وقد وجه جلالته جميع القطاعات في المملكة لتوفير الرعاية الشاملة والمتوازنة للشباب والعمل بشكل علمي لتلبية احتياجاتهم بما يجعلهم قادرين على دعم مسيرة النماء في المملكة وأشار اسمه إلى أهمية أن يبدل الشباب جهودا لكسب المعارف والمهارات في المجالات الدبلوماسية خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها مملكة البحرين على صعيد الدبلوماسية العالمية وتبع اسمه أن المحافظة على المكانة المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين على المستوى العالمي تحتاج إلى جهود مضاعفة من قبل الجميع خاصة الكوادر الشبابية المؤهلة وذكر اسمه أن مملكة البحرين تتطلع دائما إلى بناء علاقات متينة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة إلا أنها ترفض التعريض بها أو النيل منها والتدخل في شؤونها الداخلية وما تحاوله بعض الدول المعادية لمملكة البحرين والمنظمات الإرهابية والخارجة عن القانون لتشويه سمعة البحرين العطيرة إلا أن الشباب البحريني يقعوا على عاتقهم مسؤولية التصدي وبكل قوة وحزم لتلك الدول والمنظمات والعمل بروح الأسرة الوطنية الواحدة للوقوف في وجههم لحماية البحرين من عبث الكائدين وأضاف سمو أن البرنامج التأسيسي للدبلوماسيين الجدد يعد من البرامج المتميزة والناجحة التي تقدمها وزارة الخارجية والتي تؤكد استراتيجية الوزارة الرائدة لتأهيل نخبة من الدبلوماسيين البحرينين ليكونوا سفراء للمملكة في المستقبل من جانبه أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجي عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على استقباله للمشاركين في البرنامج مشيرا إلى أن سموه يعتبر ملهما للشباب البحريني وكلماته أثناء استقبال المشاركين لها الوقع كبير في نفسهم ومنحتهم الثقة والقوة من أجل مواصلة التحدي ليكونوا خير سفراء للبحرين في المستقبل وبيل معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين وبتوجيهات من قبل جلالة الملك المفدة تحرص على تأهيل صف من الدبلوماسيين الشباب ليكونوا في مقدمة البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين مستقبلا بحيث تكون هذه النخبة قادرة على تنفيذ السياسات الخارجية للمملكة القائمة على مبادئ الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة بالإضافة إلى التصدي الدبلوماسي لكل من يشوه سمعة البحرين ويبث الأخبار الكاذبة والمغلوط عنها مؤكدا أن مملكة البحرين تتمتع بدبلوماسية حكيمة ورزينة الأمر الذي فرض احترامها وتقديرها على المستوى العالمي بعدها تم فتح باب النقاش بين سمو الشيخ ناصب بن حمد الخليفة والمشاركين في البرنامج حيث أجاب سمو على أسئلة المشاركين في البرنامج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة